أطلقت منصة سناب شات بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خدمة مركز العائلة للرقابة الأبوية في المملكة كأول دولة في العالم تطلق فيها الخدمة باللغة العربية والثانية عالميا بعد ألمانيا وتتيح الخدمة لأولياء الأمور التحكم بأنشطة أبنائهم بشكل أكبر عبر الإنترنت من خلال الاطلاع على قائمة أصدقائهم على التطبيق ومن يتواصل معهم لكن دون استعراض محتوى المحادثات حفاظا على خصوصيتهم واستقلاليتهم